موسيقى اللعب بالنار لأجل العراق عنوان يعيه الكثير اليوم أما ما في الأجندة فهي صواريخ النشاز قد تبتروي يد مطلقها بعد اليوم التحذير واضح وشديد اللهجة والفعل في حسبان المتمرس على الضبط والربط الكاظم مجددا يؤكد الثابت في نهج المرحلة وما بعدها التضارب الحاصل غدا تألقاء القبض على مجموعة مسلحة بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة إطلاق صواريخ صوب المنطقة الخضراء تفاعلت معها قوات جهاز مكافحة الإرهاب بضبط منصتي صواريخ العملية التي حدثت فجرا يقول خبراء استراتيجيون أنها وصلت إلى القضاء والكاظم ليس الرجل الذي يريد الضرر لأحد إنما هو الضبط المنشود لمسيرة احترام القانون لأن تكون الدولة في يد السلاح إذا كان الأخير مدعاة توتر مستمر الإصرار على مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي وإيكال الأمر إلى القضاء السلطة المختصة ختام ما جاء في بيان قيادة العمليات المشتركة على تفاصيل معلومات استخباراتية دقيقة عن أشخاص سبق وأن استهدفوا منطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات ما يحفظ ماء وجه العراق أن الحكومة ماضية بتنفيذ أي مهمة لأجل احترام القانون كما جاء ردا على المعلومات الاستخباراتية يبنى على أساس مذكرة إلقاء القبض الأصولية من القضاء العراقي أما الكاظمي يبقى في صدارة التأكيد على النهوض بالعراق والعنوان الأوضح أن الرجل لا يريد السماح بإي تدخلات تهدد سيادة أو نسيج المجتمع العراقي